الفقرة الطيبة الفقرة الطيبة اللي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبيشرفني في الفقرة دي الدعاية الإسلامي دكتور مصطفى العكريش شرفتني يا دكتور أليس تنا كل اللحظة حضرتك طيبة بألف صحة والسلام والسادة المشاهدين بألف خير يا رب الله يخلي حضرتك أنا فقرة حضرتك من الفقرات الحياة المحببة لقلبي والعقلي لأن حضرتك بتسألنا فيها أسئلة أنا ما بكونش عارفها مع أني مفروض أنا لأسأل بس أنا ببقى ممتنة جدا لأسئلتك لأنها بتعلمني والحياة مش أنا بس اللي بحاول أجاوب لأ كمان السادة المشاهدين بيتفعلوا جدا مع الفقرة دي عشان هم كمان بيحاولوا يجاوبوا معي ونشوف مين بقى اللي هيقول صح بس قبل من ابتدي حضرتكم مع ودنا نبتدي الفقرة بالصلاة على سيدنا النبي الحمد لله الذي يعز من أطعه والتقاه ويذل من أعرض عنه وعصاه لا مخفي لما أبداه ولا مبدي لما أخفاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان الأزهران الأعطراني على سيدنا رسول الله رسول الله يا نعم المرجى ويا نعم المؤمل يا مؤيد عليك حبيبي رب العرش صلى كذا الأملاك صل على محمد ويوم الحشر ملقى الخلق طرا جميع الخلق تأتي إلى محمد شفيع الخلق مقبول مشفع ويوم الحشر شافعنا محمد وفي التوراة والإنجيل يتلى ثناء الله جاء على محمد كذا القرآن فيه ثناء ربي على المبعوث سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النوري وأهله صلى الله على حضرتك عليه الصلاة والسلام مولينا أنا جاهزة للسؤال ويا رب عرف أجاوب ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا في حياتنا بنعم كثير طبعا تستحقوا الحمد والشكر ولا الشكر الحمد ولا الشكر يعني مع أن المعنى يعني قريب لبعض يعني الحمد يعني تقريبا ممكن حدي فصلاة هو الحمد هو الشكر ولا في فرق بين الحمد والشكر هو اللي حضرتك حاجة طالما جاء عندنا في القرآن اللفظين دول الحمد والشكر زي ما حادك عارفة ومتقول لنا دايما في حلقة بتاع حضرتك الجميلة هنا في البرنامج أن كل اللفظه له دلالة ومعنى الله ينور عليك يبقى إيه الفرق بين الحمد والفرق بين الشكر ويمتأ أحمده ويمتأ أشكره أه أعتقد الحمد ده لازم يبقى ورد دائم الله 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 ما أجمل الإجابة في إجازة جميلة جدا جدا والله أعتقد الشكر الشكر يعني يتوجب علينا الشكر في أوقات يعني محددة أو أوقات ممكن يبقى الشكر على النعم الله الشكر حتى على يعني في كمان أوقات الضرر ممكن نشكر ربنا كمان لأن حكمنا غير حكم الله يعني الله أنا ممكن يبقى في ضرر أو أو مصيبة وقعت بيا أو وأنا أحس إنها دي يعني غضب أيوة وقد تكون ظاهرها شر أو مصيبة ولكن بطنها وأساسها رحمة الله يرضى عليك الله يرضى عليك أنا شاطر النهاردة بسم الله ما شاء الله الحمد الله الحمد الله ده اللي عايزين نقوله مع أسيادنا المشاهدين إن الحمد حاجة والشكر حاجة أصلي في ناس من السادة المشاهدين الأكارم اللي على دماغي وعلى رأسي تلاح حد يقوله يا عم أحمد ربنا إيه دي بقى بقوص إيه يا سلام هو ده الحمد ولا هو ده الشكر ولا هو ده إيه الحمد أعم من الشكر الحمد أعم من الشكر هنعمل أنا وحضرتك كده هرم قاعدة الهرم الشكر تمام القاعدة من تحت الشكر الشكر ده بيكون إمتى لما يكون ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بنعمة فأنا بعمل إيه بشكر ربنا عليها يبقى إذن الشكر في وقت النعم ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بولد وأنا ما كانش ربنا بدين أولاد فأقول هنا أنا أشكر نعمة ربنا علي طب ليه أشكر علشان يزيدني يا سلام وده مش جايبه من عندي ده من القرآن ولئن شكرتم لأزيدنكم ما قالش ولئن حمدتم أيوة قال ولئن شكرتم لأزيدنكم يبقى الشكر دايما في زيادة عاوز ربنا سبحانه وتعالى يعطيك زيادة في المال أشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة المال اللي موجود في إيدك فربنا سبحانه وتعالى يزوده لك كل ما تشكر كل ما يزود عندك صحة وعندك عافية تقول شكرا لله على نعمة الصحة والعافية تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يزيدك عليها ويخليها فيك لحد دم حتى ما تكبر لكن الحمد بقى حاجة تانية جميلة جدا الحمد بقى يعني خلينه بس في الهرم الأول قولنا القاعدة بتاعتها تبا إيه؟ الشكر فوق الشكر الثناء الثناء جاي من إيه؟ يسني على أيوا يعني يسني يعني طب جاي من كلمة إيه يسني يسني دي جاي من إيه؟ المثنة أيوا الله 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 جاي من إيه؟ من المثنة يا سلام عليك يبقى أنا مماشكر مرة واثنين وثلاثة واربعة يبقى أنا بأعمل إيه؟ بأثني الله ينور على حضرتك يبقى دا الثناء على الله سبحانه وتعالى وبقول ليا رب انا لو احصي ثناء عليك مقدرش انت كما اثنيت على نفسك يبقى اول حاجة الشكر تقرار الشكر يبقى اسمه ثناء تقرار الثناء بقى ذكر بقى ورد بقى ايه بقى حمد يحبيبتي الله يرضى عنك يبقى الشكر اكثر من الشكر يبقى ثناء اكثر من الثناء ذكر والذكر دا يبقى استيقاف يبقى حمد لله سبحانه وتعالى الورد دائم ذكر دائم لله الله ينور على حضرتك يجي في أعلى بقى الهرم المتح أبقى ماشي كده بمدح ربنا في كل مكان لا 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 أبقى أكلم للأستاذ النشو على فكرة يا جماعة أبقى أستاذ النشو في كل حاجة تقول لي بص ده لو فضل علي عظيم جدا كل مجا أكلمها تقول لي ده ربنا ربنا والله يمغطيني بساتره كفاءة أن ربنا يستيرني فعلا والله طب الساتر ده يستحق يبقى الحمد يبقى إذن الحمد حاجة والشكر حاجة الحمد ده بيكون في الآخر يعني مثلا الأستاذ النشو عزمة مصطفى على أكل حلو الكلام عزماني على أكل عندك في البيت فأكل فأقولتلك شكرا قلتلي بس كل هعمل ايه هيكل شوية ورح تساكل كده وقلتلي انت مكسوف ولا ايه خلاص بقى تفضل بقى أقولك شكرا أن الله أستاذ النشو أنت تعبى نفسك ليه وارح أعمل ايه برضو يبقى كلمة شكر فيها ايه زيادة إنما مجي في الأكل يقولك الحمد لله الله ينور عليك عشان كده الليها في القرآن يقوله وآخر ودعواهم أن الحمد لله اللي بقى الآخر أن الحمد لله رب العالمين يعني بقى ذكر ليه بيني وبالربنا سبحانه وتعالى ولازم نحمد ربنا في كل وقت على السراء وعلى الضراء بس لا ده في حمد احنا غفلانين عنه غير الحمد على السراء والضراء أو الله يعني الحمد على النعم اللي هو السراء يعني والنقم الضراء طب ايه تاني لا في حمد أصلا احنا بنحمدوش عليه إن في مصايب كانت هتحصل وهو منعها احنا غفلانين عن الحمد ده جميل جدا أقول الحمد لله على ما كان سيحدث لي بشر ويصوبونه بضرر وصرفته عني يا رب الله لازم الحمد أنه نقف عنه صندق حديقي أنا برضو يعني الحمد ده أنا غفلان عنه يا الله إن ربنا يبقى فيه يعني مقدر شيء أيوة يضرني بس لازم يبقى فيه فعل أيوة أعمله عشان يبقى هو المصد الله ينور على حضرتك نشوف بقى التقرير لأنه قد يكون في التقرير ده موجود الفعل اللي يبقى يصد عني الأقدار المفزعة والعزو بالله ربنا يكفيكم ويكفينا ويكفي الجميع شر الفزع يا رب وشر الأقدار السيئة نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور مصطفى العكريش أنا زرعت هذه النخلة في نبض الحياة شوابا على روح المرحومة نجاة حسنين جوجتي وعملت النفسي واحدة معاه وهي قد مصيدتها كده وقف النخيل مشروع شامل حقيقة والتبرع نفسه شامل كل حاجة الحمد لله يعني كله هنا تمام وكله هنا بينتج وكله هنا بيوصل العمل لإنجاح هذا المشروع بفضل الناس اللي فيه فعلاً حاجة فيها مصدقية وأنه النهاردة فرحانة فرحة كإني طلع عمره في أعلان الله وأنا متبرع على الله عشان اليتمى وعشان السكي الماء وعشان كل الخير اللي بيعملوه وأتمنى يا ربي يا رب أن يفضل كل سنة أعمل نخلة ويا رب يكون محصول بتاع كله في أبواب السير كلها يا عملوه مش أول نخلة أنا أزرعها دي تعتبر تالت نخلة نزرعها في المكان وإن شاء الله ربنا والطول ما إحنا عايشين إن شاء الله حزرع تاني وتالت لأن ده كله اللي لا لوالدي ووالدتي حتى تقسمها معاه فأقل الشيء إن أنا أجري له أعمل له في كل حتة حاجة حلوة لي ربنا تقبل منه ويجعله في ميزان حسناته بسم الله ما شاء الله حاجات حلوة وناس حلوة وشغل حلوة كل شغل جميل وتمام تمام فأنا خلاص بقى اللي يجي جدام نقول له روح يجي أدي سعيدة وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونيجي تاني وتالي ونعمل برضو حاجة كويسة وجازيكم كله ربنا ينجازيكم كل خير يا رب أول ما نزلت هنا المرة اللي فاتت ودخلت الاحتفالية نسيت كل تعب تصدق؟ والله العظيم متعبتي جدا وضهري وجعني بس أول ما دخلت وشغت الحجة محمد ده ودخلت الاحتفالية والكلام الرسول حقيقي بقى قلبي بيظهرت من جواي ده نور المكان والقائمين على العمل الجميل ده يعني بنشكرهم جدا 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 وبتمنى إنما يكونش المجال بتاعوا اللي هو بس الصدقة الجارية على أرواح أموتنا باتمنى ممكن يكون هدية هدية لعيد ملاد بنتي هدية للناس بيتجوزوا هدية عيد الأم ممكن نهديها بحاجة زي كده وهي عايشة بنبض الحياة ده نبرتح لهم جدا حتى احنا بندعي كل اللي نهرفه إنه هو نشارك معيها كفاية الخير اللي احنا هنشوفه بعد ما تطلع الزرعة وحتروح للمصادر خير أكتر أرض مليانة باركة طبعا ونفس إحساس أختنا اللي بتقول كنت تعبينة وأول ما نزلت الأرض دي التعب راح حيو والأختنا التانية اللي بتقول ليه من هديش بعض بصدقة جارية في حياة عيننا يعني الأخت الفضلية هيكوتين إنها كانت عاملة هدية نخلة لبنتها عشان عيد ملادها عيد ملادها كان يوم الزراعة يوم الزراعة في شهر خمسة اللي فات أي وفضل من ربنا عز وجل لقيتها جايبها بنتها معاها وبتقول لها إغريسي إغريسي بقى النخلة دي تعيد ملادك النهاردة إيه الجمال وإيه شوف الناس اللي بتفكر برا السندوق وناس بسم الله ما شاء الله يعني في بينهم وبين بعض محبة حتى البنت قلت لها يا ماما قلت لها نعم ده قدامي الكلام ده قلت لها كل زميلي يفكروا في دنيتي إلا أنت يا ماما فكرت في آخرين حبيبتي قلت يعني شوف ربنا يستنطقها بالكلام الجميل دوت ده أصلت في مشاعر وحسي إيه الجمال وإيه العظمة دي وهديتها في عيد ملادها إن ربنا سبحانه وتعالى بقى إيه يحفظها وهو ده حمد النعم حمد النعم وشكر ربنا على النعم وحخليحك أرجع تاني اللي كنا بنقوله إن في حمد بالفعل مش باللفز أو القول وفي حمد بيبقى عامل زي الدرع الواقي جميل اللي إحنا ممكن نحمد ربنا على إن في فواجع كانت حتحصل وربنا نجانا منها شوف بقى بسم الله ما شاء الله حضرتك بتقولي كلام سيدنا الإمام علي كرم الله واجع قاله ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فعل أحدكم معروفا خلق الله من هذا المعروف لطفا فإذا حدثت له مصيبة جرى ذلك اللطفة على المصيبة فصدها أو خففها عنه اعمل معروف بس بفضل الله عز وجل حتى نقولها بالبعض كده بالبلد وقوله اعمل معروف اعمل معروف النهاردة مؤسسة نبض الحياة بفضل الله عز وجل نحن نقول له على عينك يا تاجر الحمد لله رب العالمي المرحلة الخامسة وإن شاء الله المرحلة الستة بإذن الله في شهر عشر القادم وإذن الله كلنا نكون مع بعض كده والصحبة واحدة فأرض البركة أرض النماء وأرض الخير الأرض اللي منها بفضل الله عز وجل هيطلع الريع بتاع فسائل النخيل لما تكبر تبقى جميلة كده والطمر يخرج منها الطمر المجدول وبفضل الله عز وجل يصرف بقى الأهلين الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا طب إني خلى مؤسسة نبض الحياة تتجه لوقف النخيل شمعنا وقف النخيل بالأخص إحنا بحثنا يا أستاذ نشوة لقينا أن الإسلام عندنا بيهتم أصلا بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا طب أنا أسد حاجاتهم إزاي قال لك أولا بالعمل والإنتاج طب مش مكافي العمل والإنتاج نعمل إيه قال لك كافيهم من مالي الزكاة طب مش مكافيينهم من مالي الزكاة نعمل إيه قال لك الصدقات باب الصدقات مش مكافيينهم من باب الصدقات نعمل إيه طيب أسر كتير قال لك اتجه إلى الوقف اتجه إلى الوقف الوقف ده اللي هو حبس الأصل وتسبيل الثمرة حبس الأصل انت غايلها المين لله يعني الأرض اللي احنا شايفينها دلوقتي معنا مش بتاعت مؤسسة نبض الحياة ولا بتاعت أي حد ولا بتاعت المحسنين المتقين اللي كل واحد دي نخلة وثنين وثلاثة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ده وقف لله سبحانه وتعالى يا سلامة من النخلة دي بقى تطرح الريع بتاعها الجميل التمر المجدول الجميل جدا في ستر الغارمات في ستر من ربنا سبحانه وتعالى للناس اللي عايزة أسقف في ستر للناس اللي محتاجة وصلات مية في ستر للناس اللي محتاجة أبر تجميعية لميها الأمطار في ستر القرى كتيرة جدا محتاجة محطات في ستر في الصحة والتعليم وكل شيء جميل الوقف ده حاجة عظيمة جدا ابن بطوطة العالم الكبير جدا بيحكي يا أستاذ نشوة لما جي مصر هنا بيبص هنا في مصر لقاهم عاملين وقف في مصر زمان لتزويج الفتيات الغير قادرات ده مش جديد أول الله ده مش جديد لتزويج الفتيات الغير قادرات وستروهم بفضل الله عز وجل ده منين من أموال الوقف ابن بطوطة كان بيحكي ان فيه في دمشق في سوريا هناك كان فيه وقف هناك يا أستاذ نشوة للحجيج اللي مش قادر يروح يحج يروح يقض من مال الوقف بفضل الله عز وجل ويرح يحج ويزور سيدنا النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم في وقف كمان يا أستنى شوى كان عندنا في مصر لنا اسمه وقف ام عباس أيوه وقف ام عباس دي كتعاملة سبيل كبير جدا للمية بس كان السبيل دا حاجة غريبة جدا السبيل دا اünde على المية دا يا أستنى شوى كتعاملة منه مجرى مجرى من السبيل دا المجرى اللي خارجها من السبيل دا شوية المية اللي يفضلوا في القبائت دي اللي عايز يضلقهم أو يخصر للقبائة راح يدلقاها فين؟ في المجرى في المجرى المجرى دي ترحى على فين؟ على ثلاث أحواض مختلفة الأطوال في حوط طويل في حوط أهل منه في حوط أرضي بتصب فيهم المية ده ليه بقى؟ لسقية عزكم الله الحيوانات الله المية اللي تفضل من السبيل الحيوانات تشرب منها شوفوا في التفكير ناس بتدور على أكبر عدد ممكن من الحسنات شوفوا الأعظم والأجمل العالي دوت عزكم الله الحيوانات اللي هي الطويلة الوسط للحيوانات اللي هي الوسط زي أعزاكم الله الحمار طيب الصغير ده أو المنخفض ده دواجن بقى أيوة والقطط والكلاب وهكذا طيب اللي في الأرض ده اللي في مكان منخفض مش ممكن يتعفر كانوا بيخصصوا له موظف من أموال الوقف يقف ينظفوا عشان خاطر كل يعني حتى في الشياكة في التصدق على الحيوانات ده إيه ده الست معباس دي الله يرحمها كل ده من إيه من أموال الوقف بفضل الله عز وجل طيب أنا دوقتي بعد إذنك نشوف برضو تاني تقرير ونرجع نكمل كلامنا على وقف النخيل هذا الوقف العظيم اللي يعني إن شاء الله ربنا يجعل الخير اللي يطلع منه يكفي بإذن الله وإن شاء الله يزيد كبير نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع دكتور مصطفى من أرض البركات وعمر بفضل الله عز وجل لكل فسيلة مديد وبكلمكم دلوقتي مع الحاجة ميرفت فاكرينها اللي منبور سعيد كل اللحظة انت ده طيب الله يخليك وإحشان من المرحلة اللي فائدة الله يخليك والله أنا دي أكثر من ثلاث مرات أجي ديه ثلاث مرة أجي لحضرتك أجي هنا في أزرع زرعتي خمس نخلات بس زرع بها المناجاة دي عشان ربنا نجاني من حاجات كتير جدا ربنا نجاك الزيب كان هيحصل لحد سخ وقالها فلات كده بساق 11 بالليل اتصلت بمؤسسة نبض الحياة وطولوا من كذبوني تعالوا خدوا بوني بكرة اعملوني نخلة اللي هي ربنا نجاني كان كنت حداس والحمد لله ومتبرعة بنخلة الحماتي والوالدتي ولو طلت اتبرعلهم كل يوم حتبرعلهم كل يوم وأنا في أسعد حال إن أنا شفت الأرض النخيل الفكرة جات من فترة طويلة إن احنا كنا عايزين نعمل حاجة لله يعني فطبعا لما شفنا الإعلان في التلفزيون فشاركنا يعني وربنا كنا ما يحرمنا من حضرككم أبدا ولا من المؤسسة اللي دوله النهاري أنا بفتح التلفزيون فيه في كل وقت وفي كل لحظة وبدعي لكم من قلبي وربنا المبسوط أوي 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 ويا رب قدرنا كده ونجو هنا على طبق وكانت أسعد رحلة والله والله العظيم أكني كنت في العمرة أكني ليحة العمرة كده والفرحة من السيعان اخترت نضي الحياة عشان صدقة ألف ألف شكر أن نفض الحياة ألف ألف مليون شكر يعني مجهود صراحة بعدها يعني وأكل وشرب والحمد لله رب العالمين ربنا يجازكوا كل خير ربنا يجي الناس كلها بتعمل مش حالف أقولك كيف شفت يا جماعة على فكرة دي دماغ فرح والله العظيم هي فرحانة هي مبسوطة بالعمل الصالح اللي عملته وأنها بتناجي ربنا سبحانه وتعالى وبتشكره شوفوا شوفوا الجمال بقى أن ربنا سبحانه وتعالى نجاها من موقف فما عدتش اليوم كده أبدا والعادة الموقف كده وخلاص لا والله قالت يا رب أنا بحمدك واشكر فضلك بس عملي مش كلامه بس ساهم مع مؤسسة نبض الحياة فوقف النخير الخيري حتى لو بالقليل ربنا سينجيك من حاجات كتير أجبر بخطر الناس ربنا يجبر خطرك من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخار آخر جملة حضرتك قلتها هي استكمال للحوار أيوا من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر لأن النخلتين اللي كانوا بيتعبنوا دلوقتي الاسمهم الموناجاه يعني كانت عملهم ليه؟ كانت عملهم ليه؟ عملهم لأن ربنا سبحانه وتعالى نجهها من حدستين في السنة فقالت بس أنا أشكر نعمة ربنا علي الله وأعمل ليه بقى؟ أعمل نخلة بفضل الله عز وجل دي للحادث الأول وأعمل نخلة كمان بفضل الله عز وجل للحادث التاني عملت نخلتين شكرا لله لأن ربنا نجهها من حدستين مؤكدتين شوف شكر النعمة بقى وجالها منين يعني سبحان الله دائما على الفطرة أه طبعا يعني أختي الفضلاء أكيد مش علمة ومش درسة بس فطرتها جابتها أنها علشان ربنا نجاهها من مرتين من سوء فتشكره بالفعل ما ليه؟ ولسه مكملين معنا لسه مكملين معنا بفضل الله عز وجل حتى من الناس الحلوة جدا اللي بدأي لها في حلقة حضرتك وعليك تدعي معنا الأستاذ الصحر حلمي والأستاذ الرجاء حلمي ربنا يا شفيكي يا حج رجاء يا رب اللهم اشفيها شفاء اللي يغادروا سقما يا رب العالمين اللهم اشفيها شفاء اللي يغادروا سقما يا رب العالمين اللهم اجعل أعمالها الصالحة شاهدة لها وسببا في شفائها اللهم اجعل أعمالها الصالحة شاهدة لها وسببا في شفائها من الناس الحلوة جدا يا أستاذ النشو أسرة عظيمة جدا بسم الله ما شاء الله معنا في كل حاجة وصلات مية أمين موجودين وفي النخيل الخير بسم الله ما شاء الله حوالي عشر نخلات لحد الوقت باسم الله الله هو أكبر ومش بس كده لا ده هم سفراء لمؤسسة نبض الحياة يعني حتى في الشغل ألاقي الأستاذة صحر والأستاذة رجاء بيكلم أخواتهم في الشغل ومع زميلهم تعارموا عن مؤسسة نبض الحياة هم بياخدوا سواب كل لفظ أو كل حرف بيقولوا لحد الدعوة لمساعدة الفقر والمحتاجين في مثال حسنتهم أنا بس بأكد تاني على أخواتنا 15740 ده الرقم الساخن لمؤسسة نبض الحياة شغل 24 ساعة 24 ساعة فعليا بسعر المكالمة العادية ما تبخلش على نفسك بحماية ربنا ديك ما تبخلش على نفسك بأن ربنا يزيدك رزق وبركة ويبرك لك في عيالك وفي مالك وفي صحتك اللي هي أهم حاجة واللي احنا يعني اللي احنا بنتصدق به ده قليل قوي وصاد النعم الكبيرة اللي المفروض وواجب علينا نشكر ربنا عليها مش بس باللسان لا شكر بالفعل يعني حضراتكم بتدلونا على طريق الطاعة مزان حسناتكم ربنا يجعل بس أفئلة من الناس تهوي إلينا والحمد لله رب العالمين ما زلنا وسلنا نشوة في مؤسسة نبض الحياة سعر الفسيلة 5000 جنيه زي ما هي وممكن نعمل نخلة بالتأسيط فضل من ربنا عز وجل وكل ما يكون معايا حاجة أه أساهم أنا ما عنديش غير 500 جنيه ومش منتظر أن أنا أقدر أدفع كل شهر 500 جنيه فأدفع 500 جنيه مني ومن فلان ومن علان نجمع بعض عند كده ربنا وإحنا ما نعرفش بعض وناخد كلنا السواب بإذن الله أنا بشكر حضرتك جدا جدا ربنا يوجد بخطرك يا ربنا ربنا يحفظك يا ربنا ربنا يحفظك يا ربنا اشتركوا في القناة